لسا بنوارني الكابتن الكبير كابتن محمود فتح الله بمناسبة هي من أننا نتكلم عن المدربين مين أكتر مدرب كل ما تفتكه تقول هو ده اللي أنا استفدت منه هو ده اللي أنا خدت منه حاجة كتير قوي تتحرجني جداً بص عكيد كلهم خدت منهم كل واحد حاجة بس فيه حاجة مؤثر لا بص هقول لك حاجة عشان تبقى لو أنت بتفكر تبقى مدرب وعايز تبقى مدرب توصل في حتى معنا وتبقى شاطر أي مدرب هتشتغل معايا وانت لعيب وأي مدرب بعد كده تشتغل معايا وانت تاني مثلا زي دلوقتي مثلاً بالخمسين في البرمد اشتغلت مع مدرين فنين كتير لازم تستفيد من كل حاجة كل دقيقة وكل موقف للمدرب عيوبه حتى لو مدرب كل عيوب كل شغل عيوب أو حيات كلها عيوب هتستفيد من عيوبه أكتر من ميزاته إنك تتعلم منه طبعاً طبعاً تشوف العيوب إيه والحاجات اللي بعملها إيه في مواقف معينة في المكسب وفي الخسارة في التعامل مع العيوب معين طب هنا عمل إيه غلط هنا مش عارف إيه فلازم تستفيد من كل تفصيلة حلو فأنا أنا محظوظ جداً أنت عملت مع مدارس مختلفة كلها مختلفة مفيش اتنين زي بعض بما فيهم المرحوم كابتن نهاب جلال شخصية عظيمة وتشرفت أنت عملت معي ربنا يرحمه ربنا يرحمه إن شاء الله فكلهم مدارس مختلفة كلهم يعني مفيش حد شبه حد فاستفدت من الجميع بص هو أكيد استفدت من الجميع دي مفهومة طبعاً بس حتى في شغلنا في حياتنا في كل حاجة فيه واحد هو الرفرنس بتاعه هو ده اللي بتقول إيه أنا حتى قريب منه أو أنا اللي خدت منه أكتر صفات وخدت صفات أخرى من ناس تانية كتير بس فيه واحد أنت قريب أو أنت خدت منه كتير أوش يعني إيهاب جلال إيهاب جلال كشخصية والشغل واللي أنا بقتنع به والأفكار اللي في الدماغي لازم أعملها إيهاب جلال خدت جزء كبير من حاجات دي كنت حاس إن أنا فيها الحاجات دي واتبسطت إن أنا لقيتها في كابتن إيهاب جلال اللي هو لما أفكر في حاجة هنفزها لا في دماغه أفكار ولما الفكرة هتجيلي هنفزها لأن المدرب كده أيوة خد بالك أنت مش مكنة مدرب عبارة عن أفكار فيه مدرب بيخاف ينفز أفكار مشتقل دي عشان لو حصل حاجة هيقوله ده مش عارف إيه وهتحاسب إزاي وفيه مدرب الفكرة اللي هتجيلي وأنا مقتنع بيها وهعرف هوصلها للعيبة لازم أنفزها بس أنا مش فيه ميت واحد مسكين للفريق أنا بس الفكرة اللي هتجيلي أنا هعملها مش أي حاجة هتوقفني فيه تكيس طبعا مدرب عنده تفاصيل مهمة جدا جدا بالنسبة للعيبة ونو يتور العيبة ولا مدرب شاطر مدرب ده أنا كنت محبه جدا وما زلت محبه جدا بس محسنا يبن عنده نواقس مش عارف إيه هي مدرب خد بالك عشان بس مرتاح نفسيا مفيش مدرب هيشتغل في الدور المصري وهيطلع في الآخر جوارديولا كل الناس عنده نواقس بس النواقس دي هتأثر عليك وفي مشوارك مع الفريق اللي انت ماسك ولا لا مؤسرة ولا لا فيه نواقس يعني تأذيك انت كمدرب تاخد من رصيدك هو عنده حاجات طبعا هيدي انا حاسب ان هو كويس جدا وعنده افكار زي ما انت كنت تتكلم بس انواقسه مؤسرة بس يكفي يكفي ان هو عنده حاجة كويسة عنده حاجة لان فيه ناس كتير ما عندهاش حاجة خد بالك فيه ناس كتير ما عندهاش عندهاش اي حاجة وبتشتغل وعادي وده ارزاقه والناس كلها بتشتغل لكن تاكس عنده حاجة عنده طبعا بعض العيوب ها باللون في المية طب مين المدرب اللي انت سواء اجنبي خلينا في الاجنبي مين المدرب اللي انت كنت حاسس انه لا انت نواقسك كتير اقوش نواقسك؟ لا عمري ما اقوله على حد كده يعني مش هقوله على حد عنده نواقس ممكن يبقى مدرب اجنبي وما كميتش حتى لا مش عايز اقايم حد لان اي حد اشتغلت معي او دربني بعتزي بي جدا جدا فعمر بقول عيوبه يعني لو عنده بذاتها اقولها بس لو عنده عيوب عمر بقولها ان هو ده اللي ما حستش معي ان انا عارف اشتغل يعني انت كلاعب على فجأة وانا لعب ولا انا مدرب ما حستش انك عارف اشتغل معي على فجأة ممكن يكون هو كويس جدا بس ما كانش فيه كم سريبينكو يعني لا انا طالما غضبان على مدرب او مش كويس لا كل المدربين والله كويسين وانا في اخر خمس سنين في اللعب كنت بحاول اركز في القصة عشان كنت عارفها بقى ايه كنت بحاول اركز في التفاصيل اللي بعملوها في التعاملات في اللعب في الشغل طب بحاولوا يستغلوا مثلا بعملوا ايه عشان نكسب مين بقى المدرب الي انت كان نفسك تلعب معاه او تشتغل معاه في الجهاز الفني ما حصلش يعني ما جاتش الفرسة فريرا في الزمانك اه طبعا طبعا من اللي اسمعته عنه واللي كنت بشوفه حتى وانا متفرج عادي بشوفه لا كان نفسي العب معاه او اشتغل معاه كان مدرب عظيم من احسن مدربين دخلوا مصر من احسن مدربين دخلوا مصر يعني من اكتر الناس عندها مميزات كتير موسوعة تستفيد منه في حاجات كتير جدا في الكرة والفنيات وحتى في شخصيته كويس جدا باتشيكو مثلا شخصية هيلة بحب وبعتز بالفترة اللي قعد اشتغلت معاه فيها في مدربين كتير مش كتير بس يعني في مدربين انا محظوظ ان انا اشتغلت معاهم وانا رعيب وانا مدرب